السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ومرحبا بكم في قناة اوني نال الطبق العالمي اليوم ان شاء الله غدي نقدم معكم وصفة سباكيت تيب صلصة البولونيز هات الصلصة كتجي رائعة جدا مع المعجنات ما غديش نطول عليكم غدي نخليكم ان شاء الله مع المقادر بطريقة تحضير ورجع ممتها بسم الله الان غدي نمر ان شاء الله باش نحضر معكم سلصة البولونيز واحدة تنجرة او تنجرة الضغط كندير خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائدات قلوة وضعوا فقط نوع واحد من الزيت مشي مشكل هنا غدي نضيف بصلة متوسطة الحجم اللي قطاتها آآ مكعبات صغيرة وغدي نضيف جوج بصوص محكوكين ديال التوم هنا غدي نخلي البصلة والتومة كيتقلوه مزيان حتى كيتبالو وكيتدهب اللون ديالهم هنا يلبصلة بعد ما تقلت مزيان والتهبات الآن غدي نضيف لها جوج حبات من الجزر اللي حكيتهم في الحكاقة وحصلنا على هات الشكل آآ غدي نخليه الجزر حتى هو كيتقلوه مع البصلة آآ حتى كيتقلوه مزيان وكيتبال والآن غدي نضيف اللحم المفروم او الكفتة عندي هنا تقريبا آآ ما بين ربعمية حتى الخمسمائة كرام وماشي بالطروع تديرو نفس الكيمية حيث انا كنوجد كيمية كبيرة دياله الصلصة وكنخليها في الفريقو في اي وقت حتاجتها كنجبتها كندير بها سباكيتي او اللزانياء او العديد من آآ الاطباق ديال معجنات الصراحة كتجيب نينة بالسف آآ هنا بعد ما تقلت الكفتة مع البصلة والجزر كنضيف لها النصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود وملعقة صغيرة من الملح وهناي اضفت القليل من الفلفل الاحمر الحلو او البابريكا غدي نخلط الكل مع بعض والآن غادي نضيف خليط ما بين القصبر والباكتونيز ولا عندكم الكرافز آآ تقدموا نضيفه شوية حتى وكيجيزون في هذا الصلصة عندي هناي المعجون الطماطم اللي غادي نضيف منه ملعقة كبيرة من جيداً وينهاي عندي هاد الصلصة ديال الطماطم الجاهزة بالحباق آآ الوزن ديال هاد القرعة فيه سبعمائة كرام من صلصة الطماطم او ستمية وتسعين ميليليتر غادي نضيف قرعة ونصف اي تقريباً من صلصة الطماطم ونصف وعفوان نفس القرعة غادي نعمر نصف ديالها بالماء غادي نضيفه لهذه الخليط غادي نخلط الكل ثم غادي نضيف القليل من الزهدر او والاوريكانو والقليل من البازيليكوم ولعندكم البازيليكوم الطريقة يكون احسن آآ البازيليكوم كيتواتم على الاطباق الايطالية او المعجنة وهاد الصلصة البولونيز هي صلصة ايطالية صافي غادي نخلط وغادي نسد طنجرات قريباً كتاخد هاد الصلصة ساعة ديال الوقت او اقل اه صافي احتكا تتقال وقد شرب الما ديالها وهدا هو الشكل ديالها بعد ما كملت طياب الآن غادي نطفع ليهو ان شاء الله المرة باش نحضر معاكم بطبقة ديال سباكيت ديال ديال سباكيت ديال سباكيت ديال شوية ديال ملحة وقليل من الزيت باش ما تلصقش اهنا هي صافي بعد ما بتصفيتها من الماء ديالها والآن غادي نزل لي هال الصلصة البولونيز وانا كنخلط احتكا احتكا تشرب سباكيت ديال زيان بالصلصة وغادي نقدمها الطبق التقديم وهذا هو الشكل نيائي الطبق ديال اليوم سباكيت ديال بسلصة البولونيز اللي كي يجي رائع جدا في المطاق وهذه السلصة هاركت يجي جدا رائعة منها ان شاء الله تجربوها اكيد غادي تنال اعجاب ديالكم اه تقدموها مع سباكيت دي او مع لازانيا او للعديد من الاطباق اه او معجنات اه نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وكما العادة الاعجبكم ما تنسونيش بالتزجيهاتكم باش ان شاء الله نستمر بتقديم العديد من الوصفات خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة